اهلا بكم عزيزيزيزا و مشاهدين في حلقة جديدة برناكس ببعتنا مدرسة النهاردة طبعا احنا بنتكلم بوجه عام عن التعليم الفني وعن تخصصاته يمكن الفترة دي فترة بعيدة عن المنهج فترة بنتكلم فيها عن كل ما يكون التعليم الفني بيكون تخصصاته من تدريبات ومواد دراسية كل اللي انت تقدر تدرسه فيه التعليم الفني بتخصصاته يمكن ده ممكن يعني يكون فكرة لخري المرحلة الاعدادية انه هو يفكر كتير جدا وهو بيدخل التعليم الفني هو محتاج ايه محتاج يوصل لتخصص ايه محتاج مستقبلا يشتغل في ايه او بيتمنى يكون ايه فيما بعد فبالتالي اللي هل تحك بالتعليم الفني لازم يكون عنده فكرة عامة وفكرة كبيرة جدا عن الشعب التخصصات الموجودة فيه النهار ده احنا بنستكمل جزء مهم جدا من الموضعات الخاصة بالتعليم الفني يمكن بقية الزملة بتكلم برضه عن التخصصات وفيه موضعات كتير جدا هتكون جاية في الايام الجاية زي الموضعات اللي فاتت بالزبط بتتكلم عن الموضعات الخاصة بالمهارات الفنية اللي بيكتسبها الطالب بتاعنا فيه اثناء دراسته فيه المرحلة التعليم الفني سواء كان تلاتة او خمس سنين المؤهلات اللي بيخدها بتأهلوا لايه سواء كان في سوء العمل او في التعليم العالي ان شاء الله فيما بعد على حسب التفكير او على حسب اللي بيتمنى الطالب بتاعي بعد انهاء دراسته فبالتالي احنا عندنا مكون مهم جدا وهو مكون التعليم الفني الموجود عندنا في مصر بيتكون من مجموعة من النوعات والتخصصات يمكن دلوقتي زي ما احنا شايفين وعارفين ان فيه كم كبير جدا من خريج المرحلة الاعدادية بيحاول يلتحك بالتعليم الفني فبعض الاحيان ما بيقدرش يلتحك بسبب انه هو جاب مثلا مجموع قليل شوية فعلا احنا عندنا اه مدارس بتاخد مجموعة عالية كبيرة جدا يمكن المرحلة الخاصة بالسنة والعام بتاخد دلوقتي مجموعة اقل مننا فيه الجزئية دي عندنا اه كم من الطلبة يقدر يدخل في التعليم الفني بمجموعة كبيرة بالتالي المجموعة الكبيرة دي مش هتدخل على اي شعبة مش هتدخل على اي تخصص مش هتدخل على اي مدرسة تدخل على المدارس اللي هي نمرة واحد عندنا دلوقتي هي المدارس التكنولوجية طبعا عشان يلتحك مش برضو شرط المجموع الكبير بتاع ولا بالعكس ده وبعد كمان مجموعة ده فيه امتحان قدرات بيبدأ يمتحن الطالب فيه او تعمل كمان مقابلة شخصية فيه بحيث يقدر يقبل الطالب المناسب للنوع ده من المدارس عندنا نوعات كتيرة جدا في النوع ده من المدارس بالاضافة للتعليم او الدبلوم المتقدم لنظام خمس سنين اللي موجود برضو في الاربع نوعات الصناعة والزراعة والتجاري والفندقي الاربع نوعيات برضو فيهم النظام الفني الاول اللي هو نظام الخمس سنين وطبعا بنتكلم او كلمنا قبل كده عن التشعيب بتاعهم وهنشوف مجموعة من الحلقات مع الزمل في القامة الجاية بيتكلم عن طرق التشعيب في النظام الخمس سنين نظام التلات سنين قلنا برضو مقسوم مجموعة من الشعب والتخصصات والنوعيات كمال وبنفس الطريقة احنا برضو بقدر امكان هنقدر او هنحاول نوضح الشعب او التخصصات اللي بيندرج تحتها الانظمة اللي احنا متعرف عليها في نظام التعليم الفني هنكمل بقى الجزء هنبتكلم عنه اللي هي الصناعات النسجية الصناعات النسجية احنا قلنا هي مش صناعة واحدة هي مجموعة من الصناعات كلهم بيكملوا بعض ايه هم المجموعة الصناعات دي بنبدأ بيه اول مرحلة عندي وهي تعتبر تخصص عندي وهي مرحلة الغزل غزل الخيوط طبعا بيتحاول من شعيرات لخيوط في المرحلة دي وده قسم كامل اسمه قسم الغزل وفيه مجموعة من المهارات اللي اقدر اكتسبها الطالب فيه النوع ده من التخصصات ودرسته بسيطة شوية يعني وكمان حجم المكينات الموجودة فيه اللي بيعتمد على المكينات ذات الحجم الكبير يعني صعب جدا اطلع مشروع صغير عشان اقدر اعمل به اه مصنع غزل صعب لا صعب يكون عندي المردن واحد بس عشان اجيب شوية شعيرات واطلع بيها خيط لا كان زمان اه اللي هو النظام الغزل الصوف اليدوي لكن دلوقتي صعب ان انا اجيب او اطلع كم خيوط بنمر سبتة على طول التشغيل لازم يكون عندي مكنة بمواصفات معانا فبالتالي المكينات الغزل اللي هي بتاخد مصحات ضخمة في المصانع بتاعتي تاني مرحلة وهي مرحلة النسيج وهي ممكن المرحلة الكبيرة بتاعتنا وهي اللي فيها بيتم بتحويل الخيوط دي لأماش فيه جزء او فيه قسم يسبق النسيج وبعدين يرجع يكون بعد النسيج يعني هو قسم التجهيز ممكن ياخد الخيوط اللي هي خارجة من مصنع الغزل ويروح يعمل لها زباغة عنده في مصنع التجهيز ويرجع تاني يتعمل بيها نسيج وبعد ما يتم عملية النسيج ياخد القماش ويروح يدخلهم مصنع التجهيز مرة تانية عشان يقوم بعملية تجهيزه لعمليات التفصيل وبعد كده عمليات الاستخدام بعد عمليات التجهيز طبعا فيه قسم الملابس الجهزة طبعا بياخد من التجهيز وماش مجهز ويبدأ يعمل له عملية التفصيل التفصيل معناها يطلع لمنتج ممكن ده يكون ممكن يكون قميس ممكن يكون بلوزة ايا كان نوع الملابس اللي احنا نصنعها فيه القسم ده مش شرط تكون ملابس ممكن تكون مفروشات كمان يعني قسم الملابس بيطلع مفروشات بيطلع ملابس في قسم تاني بعدهم هو قسم التريكو قسم التريكو بينتج قماش وبيقوم بعملية حياكته او تفصيله معنا اصح عشان كده هتلاقي الطالب القسم التريكو بيدرس الحاجتين بيدرس تصنيع التريكو نفسه او زي انه هيصنع قماشة من الخيوط طبعا ده نظام نسيج الفتلة الوحدة بينتج حاجات كتيرة دلوقتي يعني معظم الملابس عندنا دلوقتي بقت تصنع على مكينات التريكو معظم الملابس فعلا هتلاقي ان اي مماش عندك بتيجي تمسكه بيبدأ يتفرد في ايدك او بيعمل مطاطية شوية بيتمط منك شوية اعرف ان هو متصنع بالنظام التريكو في نظام نسيج تاني برضو بيعتمد على المطاطية وده النظام اللي بقى فيه فتلة اللحمة اللي بتمر في وسط القماش فيها استك فالاستك ده بيعمل مرونة للقماشة فبتقدر نتفردها وتتجمع تاني بس طبعا عشان احط فتلة استك ليها نظام معين كمان عشان اقدر ان انا اشتغل عليه وده كان منتشر في فترة من الاوقات وكان بيتصنع بيها البناطيل الجنس فكان الناس بتنزل تشتري البنطلون ده لانه هو ايه لما بيجي بيستخدم فيه ما بعد يعني او عملية اللي بس بتلاقيه ماسك على الجسم واخد شكل الجسم اللي هو مصنوع من فتل فيها نظام الاستك في نفس الوقت سهل الاستخدام كان فيه مشكلة واحدة بس من كتر الاستخدام ان لما بتاخد البنطلون بعد فترة من استخدام وطبعا عارفين الاستك بيتعمل له عملية مطاطية لو اتغسل بشكل غلط في درجة حرارة عالية الاستك بيبوس فبالتالي القماشة دي بتاخد حجم اكبر من الحجم الطبيعي بيبقى حاجة كده عاملة زي الاستخدامات الخاصة بيه مش تتريكوا بعد فترة من الاستخدام بتلقى ان حجم القماشة نفسها بدأ يزيد فبدأ ما هو مبقاش ايه اه زابط على الجسم فببقى يكون شكله صعب شوية تعالوا نرجع للجزء بتاعنا كنا نتكلم عنه تعالوا نشوف بداية كده المراحل بتاعتنا واول مرحلة عندنا هو الجزء الخاص بعمليات الغزل تعالوا نشوف فيديو بسيط عن الموضوع ده ونشوف كده مكينات الغزل عاملة زي طبعا ده شكل عمليات الغزل على مكينة الغزل هنا طبعا نشاهدين البوبينات بيتام غزل الخيوط وبلفها عليها بالشكل ده زي ما قلنا ان سرعات المكينات دي بتكون عالية بالاضافة ان الحجم المكينة نفسها كمان بيكون كبير طبعا بياخد المرادن اللي تم لف الخيط عليها وبيدخل بعد كده على المراحل الخاصة بالتجهيز لعمليات التشغيل المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة خاصة بقسم النسيج وهي عمليات التدوير بياخد كل خيوط الغزل دي وبيقوم بلفها على الدوارة بالشكل ده ويبدأ بعد كده ياخدها على مطوط السدع عشان يركبها تاني على مكينة النسيج ويتم نسجها على هيئة قماش بالشكل ده فبالتالي بقى هنا برضو اتحول الخيوط اللي انا لسه كنت بدورها على الدوارة لقماش منسوج على مكينة النسيج طب التصميم في النسيج عندي التصميم له علاقة بالتركيب النسجي اه له علاقة بالتركيب النسجي يعني ايه تصميم؟ يعني هي رسمة بتتم على الايه؟ على القماش هنا طبعا ده فيه برنامج عندنا بيديك شكل التعاشوئات بتاعتي والتركيب النسجي هنا هو بتعمل بيوضح لك هنا لو على القماش هيكون مظهره ازاي؟ هنا ده نسيج أطلس من ضمن الأنسجة اللي بيشتغل عندنا هنا لو عمله عملية الامتداد كل ما بيعمل أي خطوة هنا في التصميم بيظهر هنا على القماش كأن ده قماش فعلا ويقولك أن التركيب الناسجة هيظهر بالمظهر ده طبعا ده نوع من أنواع التطور اللي موجودة عندنا في القسم هنا طبعا تحاول للنسيج مبرادة بعد ممد عمليات العلامات بتاعته وظهر القماشة بالشكل ده أنا بحاول أصبت التركيب الناسجي بتاعي بحيث أن أوصل للشكل ده هنا طبعا بيقول أن الفتل كانت لونها أحمر واللحمات عندي كان لونها أبيض هنا طبعا بيتحرك هنا بالنموذج اللي قدامي ده ظهر أن الفتل لونها أحمر واللحمات لونها أبيض يشوف التركيب الناسجي بيبدأ يغير فيه بيبدأ يستعرضه قدامه ويشوف المشاكل اللي ممكن تقابله أثناء تجهيز التصميم هنا طبعا دي قماشة مزدوجة هنا أعمل تصميم مزدوج من طبقتين ظاهر عنده الطبقات وبدأ يعمل عملية فصل وبعده يعمل عملية إيه؟ عملية تشابك هنا حصل تشابك من بين الطبقتين هنا بيزبط في التصميم وبيزبط معاه في النموذج السلاسي الأبعاد اللي قدامه ده عشان يشوفي القماشة هي بوضعها إيه؟ أثناء تنفيذها على المكانة أي تعدلات بتتم في التصميم بيتبادع عني في التركيب النسجي اللي قدامي ممكن يعمل أكتر من يعني مثلا نسيج الضامة اللي عندي ده ده ضامة بتتعمل أو معمولة على نسيج عبارة عن طبقتين بحيث أنه يزر الطبقة اللي فوق بشكله الطبقة اللي تحت بشكل تاني أو بلون تاني وكمان بتركيب نسجي مختلف يقدر زي ما احنا شايفين كده بيعمل كل اللي هو عايزه على أي طبقة بيغير الشكل وبيظهر قدامه عشان يكون متابع إيه اللي هيحصل على المكانة أثناء عمليات التنفيذ كل ده أنا بنفزه على برنامج معمول على الكمبيوتر وكمان بتابع كل اللي أنا عايزه عليه عشان لما أصنع بعد كده الكلام ده على مكانة نسيج يكون ظهر قدامي المشاكل ممكن تقابلني عليه وأقدر عالجها أثناء وأنا بعمل عملية التصميم على الكمبيوتر هنا طبعا ده نسيج طبقتين طبقتين عملتلهم تعاشق مع بعض فظهر القماشة عندي بالشكل ده بعد التنفيذ طبعا هيكون ظهرة بالوضع ده طبعا هنا القماشة بالشكل كامل فبالتالي مديني مربعات هنا ظهرت الطبقة السفلية اللي هي بتيجي أوقات سفلية أو أوقات علوي ده طبعا الأوضاع بتاعتها تحس إن فيه بروزات واضحة وظهرة على سطح القماشة لكن كلام ده ما بيكونش منفذ إلا بتعاشق الطبقة التانية اللي هي بتعمل الشكل التاني أو المربعات التانية اللي هي في الأماكن الغائرة اللي عندي فيه التصميم ده بأنا هنا بشتغل تصميم على الكمبيوتر وببدأ إن أنا أعمل كل ما أتخيله على الكمبيوتر عشان أبدأ أخلي بالي وأنا بصنع الأماشة من المشاكل الممكن تقابلني مشاكل المظهر مشاكل الألوان مشاكل التعاشقات كل ده بعلجه على الكمبيوتر طبعا ده تطور كبير جدا فيه قسم النسيجي إن أنا أوصل للمرحلة دي إن أنا أعمل كل اللي أنا عايزه على جهاز الكمبيوتر على برنامج محاكابي حاكي عملية التعاشق النسجي اللي هيتم بين الخيوط واللحمات على الطبيعة وبالتالي أي مشكلة فيه بيتبان عندي ببدأ إن أنا أعالجها أثناء عملية التصميم طب ده ده جزء من التصميم أنا هنا ما رسمتش شكل كامل ده أنا بس خد تركيب نسجي وبدأت إن أنا أشتغل عليه شوية كده عشان أقدر أشوف المشاكل اللي ممكن تقابلني أثناء عملية التصميم تصممتنا في قسم النسيج ما بنصممش على ورق عادي اللي إحنا لينا ورق مخصوص الورق المخصوص ده ورق مربعات بتقسم بطريقة معينة بحاجة ومعين التقسيم ده بيساعدني إن أنا أقدر أطلع بشكل تركيب نسجي وبشكل قماشة مختلف الغرض من النسيج إن أنا مش أعمل خيوط طولية وعرضية زي ما احنا بنشوف بأي نسيج بسيط وعمل تعشقاته وخلاص لا المهم عندي إن أظهر القماشة بتاعتي بمظهر مناسب المظهر المناسب ده بيدي شكل مختلف لسطح القماشة بيخلي الناس تكون مبسوطة لما بتشوف الشكل ده أو التصميم ده على القماشة بيتكون عليها أقبال بالتالي أنا كما صنع نسيج أقدر أبيع المنتج بتاعي القماش بيكون كله من سدة ولحمة بس تعاشقهم مع بعض إزاي والشكل الظهر إزاي هو ده المختلف هو ده اللي بيعمله عندي التصميم تعالوا كينا نشوف التصميمات بتاعتنا بيتم عملها إزاي هنا طبعا تصميم قدامي بالشكل ده التصميم ده شكله بسيط فيه لونين اللونين دول معمولين على ورقة ملونة عادية فبالتالي التصميم بعد رأسهم بيظهر بالمظهر ده هو ملون بألوان مية عادية ده شكل تصميم من التصميمات أثناء فرده على ورق المربعات أنا عندي هنا مشكلة في قسم النسيج طبعا القماشة دي بتصامم ليه عشان تتنفذ على مكينة جاكر المهمة عندي هنا في التصميم وأنا بشتغل على ورقة المربعات إن أنا أحدد التصميم بتاعي الأول طبعا ده بيكون مرسوم برصاص بيتعمله الخطوط الغمأة اللي هي حوالين الرسم بالشكل ده ودي إحنا بتسميها تسنين بسنن التصميم يعني إيه بسنن التصميم بحط بالألم الفلومستر حدود حوالين التصميم لها طبعا طريقة معينة عشان تتنفذ بالشكل ده وعشان أشوف الشكل بالوضع ده قدامك على الشاشة كأنها الرسمة مرسومة لكن هنا طبعا شغال مربع مربع عشان أظهر الشكل ده بعد كده عندي طبعا فيه أجزاء ملونة بشكل مايل كده شبه مبراضي وفيه أجزاء لونها أبيض في الداخل كده طبعا ده تصميم أطلس بتعشق به أو بيبقى معمول به أرضية التصميم نفسه الداخلية فبالتالي أنا هنا عندي جزء نقش وجزء أرضية جزء الأرضية هو الجزء اللي انت احنا شايفينه الجزء الأبيض اللي برد ده اللي عليه المربعات اللي ميلة عليه أما الجزء اللي هو ميل الحمر أو محمر شوية ده هو ده التصميم أو مساحة التصميم نفسه فيه طريقة برضه عندنا عشان أخذ التصميم ده وتمين على ولا المربعات وجهز بالماكينة وهي حاجة اسمها عندنا دق الكارتون دق الكارتون ده طبعا أي مصمم بيبدأ يدق الكارتون من التصميم بتاعه على حسب نوع التركيب النسجي اللي أنا شغال به طب بيدق إزاي بيجي هنا على أي خط أفقي طبعا أنا في المصنع بتاعه أثناء عمليات دق الكارتون مش بشتغل من أي خط أفقي أنا بشتغل بالترتيب بس احنا هنا نيجي هنا على أي خط أفقي كده عشان نقدر نتابع إيه اللي ممكن يحصل لو جينا على أي خط أفقي هنا وبدأنا نقول الخط ده فيه مجموعة من المربعات وليكن تمانية هو البيان والتخريم بيبقى فيه حوالي 8 زنب لغاية 12 زنب بس خلينا نكون نشغالين على نظام 8 سقوب في الصف الواحد فبالتالي كل صفة في الكارتون هيكون فيه 8 سقوب بيقابله 8 مربعات هنا بيبدأ يشوف المربعات دي كام مربع متلوم فيها هيقول للمربع رقم 2 بس فبيضغط على الزنب رقم 2 وبيضغط على الدواسة فبيعمل سقوب واحد بس فيه مكان العلامة رقم 2 بيجي بعد كده الصف اللي بعديه هيلقى العلامة رقم 2 الصف اللي بعديه هيلقى إنه دخل في التصميم أول بيخل فيه منطقة التصميم هنا بقى احنا بنقول إيه بيدق النقش النقش هو كل اللي موجود لونه أحمر هنا وبسقط تحبيسه اللي هي العلامات البيضة دي يبقى أنا بيدق النقش وبسقط تحبيسه مع دق علامات ايه تحبيس الأرض عشان كده 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 أنا بيدق العلامات دي أو بقول دي بتدق وكمان العلامات الداخلية دي بتدق من الآخر كده لو إحنا شايفين التصميم بالشكل اللي قدامنا ده هنقول جميع العلامات الحامرة اللي موجودة في اللوحة بتتم لها عمليات تخريم في الكارتون طب هنا كان بيدق علامة واحدة في المربع طب ما بجيه هنا عند التصميم لا ده قال لي ايه بقى سيب الأولى واضغط على 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 7 و 8 يبقى هنا عدد المربعات اللي أنا هعمل لها عملية تخريم على الكارتون زيت طب الكارتونة دي بتبقى عبارة عن ايه هي كارتونة مستطيلة عرضها من تحت بيكون بسيط شوية مثلا لو جينا هنا نشوف الورقة اللي معانا دي كورقة بالشكل ده كده نطلع على الشكل اللي قدامي ده كارتونة بتاعتي بتكون بشبه الورقة دي بالزبط في الصمكها بيكون رفايع بالشكل ده وطويلة يمكن ده الطول اللي قدامي ده طول محدود شوية لكن هي بتبقى اطول من كده شوية بيتم تخريمها ازاي بتركب على البيانة بالشكل ده وبتبقى طبعا فيه الزنب بتاعتي بتبقى رجبة من اعلى طبعا بيقى فيه مكان عشان يمسك الكارتونة الكارتونة بتتمسك من الطرف الخلف ده وبتبدأ يتم سحبها سنة سنة بالشكل ده بتسنة سنة او خطوة خطوة للخلف الخطوة دي معناها سطر سطر اتعمله ده طيب الكارتونة اللي احنا او اللوحة اللي احنا شايفينها دي اللوحة دي بالعرض فيها مثلا خمستاشر مربع بالعرض يبقى هنا الكارتونة بتاعتها تتقسم خمستاشر صف كمان كل صف هنا بعرض مربع من المربع بتاعتي في الصف الواحد يعني الصف الواحد في اللوحة هيقابلوا هنا كارتونة كاملة طيب الكارتونة دي هتتدق ازاي هتتدق صف صف تمانية في تمانية في تمانية في تمانية خمستاشر مرة عشان اوصل لنهاية التصميم بتاعي طيب لما بيركب الكارتونة كده ويبدأ يشوف هو يضغط على اي زنبا يضغط على الزنبا رقم اتنين بيضغط عليها بيديه وبيروح ضغط ايه على دواسة التخريم اللي هي بتنزل الزنب بتاعته او هد المكانة على الكارتونة عشان يقوم بعملية التخريم في المكان المطلوب فبالتالي هاي سيب المسافة الاولى هنا وبيدق في المكان رقم اتنين فبالتالي يبقى هنا فيه سقب في المكان ده وحيد في المنطقة دي طب والباقي بالعارض كده فودي كارتونة مصمطة فيه سقب هنا بس وباقية الكارتونة مصمطة بيطلع الصف اللي بعدين طبعا هو بيضغط على الدواسة ضغطة فبتتسحب الكارتونة سنة للخلف بالمقدار الصف الصف التاني هنا عشان يبدأ يدق عليه هنا هيلقى برضو بيقوله ايه سيب اول مربع واضغط على تاني مربع وسيب الباقي فبيتم عمل صف اعلى الصف اللي فات لان هما الاتنين شبه بعض في الحركة بيجي بياخد خطوة فبيتسحب سنة يلقى نفسه دخل في التصميم هيقوله يسيب الاولانية ويسيب الاخيرة وخرم الباقي فبالتالي هيلقى هنا مسافة هنا فضية مقفولة ومسافة هنا فضية مقفولة كارتونة مصمطة وباقية المسافة دي فيها سقوب كل سقوب فتحة منفصلة عن التانية مش بيعمل شريحة مقطوعة في قلب الكارتونة لا كل سقوب لو مكانه المخصص ده طبعا بيترجم عندي على هد المكانة فوق على نظام الابر المكانة عندي هنا بيبقى فيه عبارة عن ابر الابر دي بتقابلها سقوب في مكان في هد مكانة الجاكرد هنبقى نوريكو فيديو ان شاء الله فيه التركيبة الخاصة بالجزء بتاع الجاكرد المهم ان لو كان فيه سقوب في الكارتونة معاناها ان الابرة بتفضل مكانها معاناها ان الشنكة البتاعها بيكون مرتكزة على حاجة اسمها سكينة بتيجي السكينة طلعة بتسحب الفتلة دي معاها الاعلى او بتسحب الاجزاء المرتبطة بيها الاعلى فبالتالي الفتلة اللي تحت اللي على المطوط السدى بترتفع لاعلى فبتبقى هي من مجموعة الخيوط العلوية ومرر خيط اللحمة وهكذا فيه اثناء عملية التجريب الكارتونة بالكامل بتعبر عن حد فبتركب كده على الهد بتاع المكانة فيه ابر بتدخل في السكوب وابر بتلقى سكوب مقفولة فبالتالي بتعود للخلف او بتتم ضغطها للخلف عشان تبعد شنكلها بعيدة عن حيز السكينة فبالتالي المكان اللي فيه سكب الشنكل بتاعه يعني مصطلقي او راكب او اه في حيز السكينة اما الابرة اللي قدامها على الكارتونة اه جزء مصمت فبالتالي بتنضغط للخلف فبيبعد الشنكل بتاعها عن حيز السكينة الشنكل من اعلى بتكون على هيئة خطفات كده والسكينة بالشكل ده فبالتالي بيتيجي السكينة طلعت السكينة دايما لازم تطلع كل حتفة الاعلى فبتيجي طلعة فيه شنكل راكب عليها وشنكل لا شنكل بعيدة عنها وشنكل عليها الشنكل اللي بعيدة عنها خلاص مش هيطلع معها طب الشنكل اللي هو قصدها اسناء حركتها الاعلى بتيجي طلعها الاعلى بتروح سحبها معها الفوق لما بسحابه الفوق بيطلع في مجموعة بقى سكان نزلة منه فبيروح برفوم العلى بتكون في الحالة دي الحاجة اسمها بنسميها الفاغز السفلي طب والفاغز الفاغز العلوي معلش طب الفاغز السفلي بقى بيتكون من ايه بيتكون من جميع الشناكل اللي فضلت سابتة في مكانها ما طلعتش مع السكينة يبقى انا عندي جزء علوي من الخيوط اسمه الفاغز السف العلوي وجزء السفلي من الخيوط اسمه الفاغز السفلي بيكونوا ما بينهم مسافة المسافة دي احنا بنسميها نفس بيمر منه خيط اللحمة شكل من الأشكال اللي احنا فهمين احنا عارفين عندي أكتر من طريقة عشان أمرر بها اللحمة لكن ده كان الهدف الأساسي أن أنا أفتح الفتحة اللي هيمر منها خيط اللحمة تعالي نشوف بقى مجموعة من التصمات اللي ممكن نسجها طبعا هنا بالشكل اللي قدامي ده أو الصورة اللي قدامي هي عبارة عن مجموعة من الأعمشة تم نسجها على مكانات النسيج بأشكال مختلفة وتصمات مختلفة مظهر الأمشة هنا هيكون مختلف تعالوا كده نتفرج على مجموعة الأمشة اللي معايا وأشكالها المختلفة عشان نتكلم عنها بالشكل المطلوب لو طلعنا على الصورة اللي معايا دي هنلاقي هنا أن في مجموعة من الأمشة كلها بتكون من سدى ولحمة بس ألوانها وإحنا بنتفرج عليها ظهرة مختلفة وأشكالها ظهرة مختلفة مع أن في الأساس كان عندي سدى ولحمة بس طريقة التعاش وطريقة رفع وخفض الخيوط بشكل معين هي الأزهرة التصميمات عندي بالشكل ده هنا طبعا ده نوع من أنواع التصميمات وده طبعا تصميم من تصميمات الكليم وهنا طبعا نشايفين الأشكال المرسومة على سطح الأمشة اللي عند طبعا من الكليم آه بس بتصنع من الخيوط السدى ولحمة فبالتالي المسمى في النهاية بالنسبة لي أمشة لكنه هو له نظام معين في طريقة نسجه على المكينات الخاصة ده نوع من أنواع السجاد اللي تم تصميمه أو تم نسجه على نفس نمط نسيج الكليم أو المشة لينظام الزردخان وظاهر برضو معايا بالشكل ده طبعا زي ما قلنا احنا في النهاية احنا بنتكلم عن التصميم فبالتالي عندي مجموعة من الخطوط الملونة الموجودة قدامي ده ظهر في النهاية اللي ماشى بعد تصميمها وبعد نسجها بالشكل ده ده نوع تاني من أنواع التصميمات الموجودة عندي اللي بتستخدم في عمل المعلقات زي ما احنا شايفين الشكل اللي قدامي تصميم من التصميمات البسيطة وتم تنفيذه على ما كانت نسيج تجهيز القامشة وطبعا تجهيز القامشة اللي احنا بنتكلم عن عمليات الصباغة والطباعة والتجهيز وتجهيز القامشة هنا طبعا لو عملية الصباغة هنا عملية تلوين بالقماش بلون كل القماشة مش بلون جزء منها هنا طبعا القماشة بيضة في البداية بيتم فك القماش من الاستوانة الخاصة بالقماش طبعا فيها كمية قماش بسيطة لانها قربت تنتهي بسحب كمية القماش وبتم غمرها في محلول ملون اللي هو محلول السبغة طبعا السبغة ليها نظام وليها طريقة عشان تتعامل او تلون بها القماش هنا طبعا العصرات بتقوم بعصر جميع المحليل الزيادة اللي كونت على سطح القماش تحت ضغط معين بيتم عصر القماش من المواد السبغة طبعا المواد اللي بيتم عصرها بترجع تاني حوض السبغة العصر طبعا عشان خاطر يكون فيه كمية محدودة من المحلول على سطح القماش عشان لما اجي جف في القماش يفضل القماشة باللون المطلوب هنا طبعا بعد من خرج من عامة العصر بيمر على عملية التكفيف وفي عملية التكفيف بسحب كل السوال اللي موجودة عندي في القماشة عشان تظهر باللون المطلوب الطباعة عندي وده طبعا جزء من اجزاء قسم التجهيز والطباعة عندي هنا هي عملية تلوين موضعية انا عايز اشوف اللون في مكانه هنا طبعا فيه تصميم دي اول اه جزء من التصميم طبعا بعمله عملية الايه التثبيت بتاعتي هنا طبعا مجموعة الاشكال دي في النهاية مفروض ان انا لما بجمع الالوان عليها هيطلع التصميم النهائي تجميع للاشكال دي مع بعضها بعد وضع الالوان هو هنا كل لون له شبلونة هنا طبعا بيحضر الشبلونات هنا طبعا ده نظام طبعا التشيرتات لو مثلا انا عندي ستة الواني بعندي ستة شبلونات عشر الوان يعني عشر شبلونات كل لون لوحده هينزل على سطح القماشة طيب وبعد عملية تنزيل الالوان هتبصد تلاقي التصميم بقى كامل عندك بالشكل المطلوب هنا طبعا بيزبط الاحداثيات الخاصة بتنزيل التصميم على سطح القماشة عشان ما يحصلش ترحيل لو اي ترحيل حصل في اي لون مظر القماشة او مظر التصميمة يكون سيء جدا على سطح الايه على سطح القماشة هنا كل حاجة جاهزت وزبط المكينة بتاعته هيبدأ بعد كده يحط التشيرت في المكان المخصص لي على ترابيز الطباعة بالشكل ده هناك بيحط كل التشيرتات اللي هيتم بطبعتها هنا طبعا اربع تشيرتات المكينة دي هنا خلاص جاهز عشان ينزل عجينة اللون بيحط عجينة اللون الاولانية بيقوم بمسحها فبينزل اللون بالشكل ده بيتم رفعها وبينزل لون لون انا هنا بنزل اول تصميم طبعا وعلى ما بيمر بيكون اللون جف عشان يجهز ليه اللون التاني كده كل التشيرتات اللي قدام ينزل عليها اللون رقم واحد طب بعد كده بقى يبدأ الاف ويسحب اللون رقم اتنين ويحط عجينة اللون الخاصة بي حطها بشكل مطلوب يبدأ يسحب وينزل اللون رقم اتنين وهكذا على مجموعة تشيرتات الموجودة عندي كده بيكمل اللوجو العلوي اللي هو الكتابة اللي هي فوق الرقم اللي هي اللوحة رقم اتنين اللي هي باللون الازرق هنا كل التشيرتات تمام هيبدأ يحط اللون التالت طبعا فيش لون فيهم بيجي على التاني هو اتصممها القماشة عشان ما فيش اي لون ييجي على التاني هنا بيبدأ يحط اللون رقم اتنين يقوم بعملية مسحه بالاستيكا اللي معادي على سطح الشبلون كده عملت الاربع تشيرتات بيه اللون رقم تلاتة كده جاهز على اللون رقم اربعة يحط لون تاني عليها يبدأ يعمل عامة المسح وهكذا لازم يمر على مجموعة تشيرتات موجودة معي عشان خاطر تجف طبعا في بعض الاحيان بتلاقي طبعه كده على تشيرتة سميكة شوية كده او بتلمع مطبوعه بنفس الشكل ونفس الطريقة كده هو عمل الالوان كلها فبيظهر قدامي التصميم في النهاية بالشكل ده طبعا ده الطريقة وده طبعا شكل التصميم في النهاية وده طبعا التصميمات اللي احنا بمشتريها على تشيرتات بتكون معاجبين بشكلها ومظاهرة ده طبعا الطريقة اللي بيها بيتم تنفيذ النوع ده من التصميمات طبعا الطريقة كانت بسيطة وتنفيذها في البيت لوحدك صعب يعني لازم طبعا لها تجهيزات معينة لان انا عشان اصبت النقط بتاعة الاربع اركان بتاعة الشابلونة محتاج شغل كتير جدا اقدر ننفذها اه بس مشكلتك في الخامات والتجهيز في المنزل لازم تكون درس الموضوع الدراسة كويسة جدا لكنه طبعا في بعض اللي احنا كان فيه فترة من الفترات كان عمليات الطباعة المنزلية كانت شغالة كتير ما كانت كتير جدا دلوقتي بتعمل تصميمات او طباعة بالكمبيوتر بشكل كويس وده طبعا بيسهل عمليات الايه الطباعة او زي ما نقول كده الحتة دي بيستخدمها في الدعاية والاعلان فبالتالي انا ممكن استخدمها كشغل بسيط زي مثلا الطباعة على المج طبعا احنا عشان قسم بيتكلم عن الصناعات النسجية فالشغلنا كله بيتكلم عن القماش لكن استخدامات الطباعة المنزلية اللي هي خاصة بيه الدعاية بتكتب على اي حاجة او بتحط تصميمك على اي حاجة على الم على تشيرت على مج على اي حاجة اي حاجة تدخيلها ان شاء الله حتى على نوتس صغيرة كده ممكن تحط برضو اللوجو بتاعك عليها بشكل معين فبالتالي الموضوع بسيط والعملية بسيطة والسهل ان اقدر اطلع بحاجة كويسة من الموضوع ده طبعا القسم اللي بعد الغزل والنسيج والتجهيز يمكن غزل ونسيج وتجهيز هم قسم واحد في كلية فنون تطبقية الغزل معالي الشواء الغزل والنسيج والتريكو التلاتة هم اللي قسم واحد فيه كلية فنون تطبقية الطالب يتخرج من قسم النسيج بيدرس فيه فنون غزل ونسيج والتريكو بيحصل على الشهادة بتاعته وبيقدر يشتغل بيها فيه اي حاجة من التلاتة دولينوه يكون ملم بالتلات خصصات فبالتالي عنده المهارات الكافية للتعامل مع التلاتة خصصات نظام الدراسة في التعليم العالي بيختلف شوية عن مرحلة التعليم السنوي لكن برضو بنلقى فيها بعض المهارات الجديدة اللي هي ممكن ما جاتش على بالك وانت في الدبلوم لكن هي موجودة عندك فيه التعليم العالي فبالتالي انت بتدرس فيه كلية وتعتبر كلية هندسية يمكن التعليم فيها تطبيق شوية او عشان كده فنون تطبيقية بتهتم بالتصميم اكتر يعني احنا لو اتكلمنا الفرق ما بين فنون تطبيقية وكلية هندسة للخرجين بتوعنا سواء كان سنوه العام او سنوه فني انا بتكلم عن كلية فنون تطبيقية بتتكلم عن الفن والتصميم وطريقة تنفيذه ايا كان طريقة التنفيذ بتاعتك على قماش او على اي حاجة تانية وتعالى نشوف في كلية هندسة هو بيدرس قسم النسيج فهو بتكلم عن الماكينات والمعدات اللي بتشتغل في القسم ده وكمان عمليات ضبطة وعملية التصنيع عليها بتتم ازاي عشان بقى المهندسة اللي خارج ملم بيه الفنيات الاسية لتشغيل النوع ده من الماكينات طب هو وظيفته ايه بعد التخرج خريج هندسة خريج هندسة مش بيبقى شغله على التصميم لا مش على تصميم القماش ومش على رسومات يعني مش هم عنده ان يرسم بالالوان على ورق المربعات لا الاساس عندي فيه كلية هندسة ان هو يعمل او يتعامل مع اجزاء الماكينة نفسها حصل عطل مثلا فيه مرد هيروح يشتغل عليه حصل عطل فيه عمود ادارة هيروح يشتغل عليه يعني فيه فرق في الدراسة فيه فرق كمان فيه التعامل بعد التخرج اما بتاع فتون تطبيقية فبالتالي هو بعيد كل البعد عن الشغل الميكانيكي على الماكينات هو بيهتم او بيتكلم عن التصميمات ومشروعاته اللي بيعملها في كلية برضو بتتكلم عن التصميمات بعد الاحيان بنلقى تخصصات تانية موجودة عندنا فتون تطبيقية بتدرس النسيج وهي في الاساس ما كانش نسيج زي الملابس وزي التريكو طالب التريكو ما بيدرسش حاجة عن النسيج لكن بيتفاجئ بالنسيج فيه كلية فتون تطبيقية وهو طالب الملابس وطالب التريكو عندهم نفس المشكلة لكن هو بيقى شطار جدا لو الموضوع فيه كلام عن التريكو والملابس فبتليهم برضو فاهمينه شطار فيه الجزئية دي الهدف في النهاية من القريج بتاعي فيه مرحلة السنوي او مرحلة الدبلوم ان اخرجوا معاه مهارات بتأهيل لسوق العمل طيب لو وجب مجموع كويس بيقى عنده المهارات ويقدر كمان يكمل فيه التعليم العالي فبالتالي بيلطحك بكليات التعليم العالي اي ان كان هو الكلية اللي هو اخضرها طب اللي بعد ده على طول هتكون الملابس الجهزة هل الملابس الجهزة مبنية على التعامل او الشغل اللي يادوي بس هو صعب ان انا نخلي كل شغلها مية في المية يعني لازم عنصر بشري يكون في عملية التشغيل فبالتالي انا هنا بتكلم عن تصممات بيتم تنفيذها على الكمبيوتر وبيتم قصها على القماش باستخدام الكمبيوتر برضو الكلام ده بيتم فيه تخصص الملابس تعالوا نتفرج على قسم ملابس ونقول هو بتكومني طبعا هو فيه برضو نظام العام والمهني والمزدوك وطبعا ده من الانواع التخصصات او الصناعات اللي يكون لها يعني في كل النوايات الميتقسمة فيها او متجزقة فيها هتلقى المنهج متشابه يعني ممكن يخف على باب هنا كده لكن ما بيشيلش الباب بحال ما ينفعش يشيل الباب اللي مثلا بتكلم عن ادوات التفصيل ويتناسى عشان هو مثلا يتقل فيه نظام التلات سنين ويجي خفف فيه نظام تاني لا بالعكس بيحول بقدر امكان يكون فيه تناسق ما بين المجموعة المنهج الخاصة بالنوع ده من التخصصات عندما يلابس جاهزة نظام خمس سنين وعندما يلابس جاهزة نظام تلات سنين طبعا دي الانظمة اللي عندي هنا طبعا تعالوا نشوف باترون بيتم قصه بيتم الاول نقله بالشكل ده بعد عملت قصه ده باترون تم تنفيذه على الورق ولسه هيتم تشغيله على الماكينة هنا طبعا بيتم رص الباترون الورق على القماشة عشان يشيل كل المسافات الفاضية طبعا معمول حساب الخياطة على النوع ده من الماكينات هنا طبعا بيتسحب التصميم على الكمبيوتر بيتعمله عملية تفريغ او عكس تحديد فبالتالي بيظهر بالشكل ده بيبدأ اياخد الشكل ده عن طريق بروجيكتور هنا هو عارف حدود القصه هتكون فين بيبدأ خلاص هو علمها بيبدأ اشير كل الاوراق البيضة دي خلاص الكمبيوتر هو المسؤول دلوقتي عن تنزيل الباترون بالقطع المقصوص عليها على سطح المش هنا بيقوم بعملية تكرار للتصميم وبيبدي بعد كده التصميم لجهاز الكمبيوتر او الجهاز المقص باي طريقة قص ان كانت بيبدأ يقوم بعملية القص دي الشكل المطلوب هنا هو بيرسم اسناء عملية القص بيقوم بعملية القص طبعا عندنا فيه قص بالمية وفيه قص بالكهرباء وفيه قص بالليزر انواع كتير جدا للقص موجودة عندنا في القسم لكن احنا هنا شايفين ان هو بيقص بالشكل المطلوب الكمية المطلوبة هنا طبعا كانت فيه كمية القماش المقصوصة كل اللي بيحصل ان هو بيفك التصميم او بيفك قطعة اللي تم قصها على البرنامج على القماش هنا طبعا بيوريني حدود القص بتاعتي اللي هو بيقوم بتنفيذها الجهاز باستخدام الكمبيوتر هنا طبعا جرب ولقى الدنيا مضبوطة فبيبدأ ان هو يشيل كل الاجزاء اللي هي ممكن زي ما يقول كده تطلع لي اهضار في القماش اثناء عملية القص بيبدأ يوزع الاجزاء عشان ما يكونش فيه اهضار لكمية القماش الموجودة عندي ده ايه بدا ايعمل عملية النقل بتاعته على سطح القماش عشان خاطر يقلل من استهلاك القماش بعد عملية القص بيبقى هنا عندي عملية تجميع بيجيب القطع اللي تم قصها وبيجمعها اه بالشكل المطلوب عشان تديني التصميم النهائي بتاعي هي طبعا مجموعة من انواع الغرز بيتم تنفذها على مكينة الحياكة بتكون في بعض الاحيان في حياكة زخرفية يعني فيه مكينات بتعمل حياكة زخرفية بشكل معين اه طبعا بيبقى على حسب نوع وشكله ماشي على حسب كمان المكينة اللي بتنفذ النوع ده من انواع الحياكة او زي ما احنا بنسميها الخياطة هنا طبعا زي ما شفنا كده ده نوع من انواع الابر اللي بتقوم بالعمليات دي بعد كده هنشوف خط انتاج ملابس هبداية من التقطيع لغاية التصنيع هنا طبعا بيجيب الطوب هنا طبعا يكون القص يكون آآ ميكانيكي بس يدوي يعني هيستخدم المقص الميكانيكي لكنه هيحركه بايده في الحالة دي البطرون هيكون نازل بالايد على الجهاز على القماش نفسه هنا طبعا بيوزع طبقات القماش بالشكل المطلوب ويفردها كل الكلام ده قبل عملية القص بيفرد بالشكل المطلوب لازم القماشة تكون مجدودة بشكل آآ كويس هنا بيجيب عينات البطرون اللي معاه ويبدأ يحط علاماته على سطح القماشة رقم واحد في المجموعة المرصوصة قدين بيرسم البطرون على سطح القماشة بالشكل ده كل اللي بيترسم ده هيتقص يعني كل اللي بيترسم كده هيتقسم لقطع ويتم قصه بالمقص الكهرباء زي ما نشوف كمان شوي كل اللي بيعمله انه هو بيحاول يستغل كل مسافة موجودة على القماشة ده طبعا بيساعده على ان هو يقوم مع بيت القص المطلوبة هنا طبعا زي ما احنا شايفين عندي تلت طبقات من الالوان عندي الاحمر الغامق تحت وعندي فيه ابيض كتير وعندي فيه لون بامبة دي كلها الالوان المتاحة من النوع ده من التصمات او الموديل اللي هيتم قصه هو اللي مهم عندي انه هو يقص بعد كده انا هجمع القصات دي كلها او القطع دي كلها في اا على مكنة الحياكة وهقوم بتصنيع القماشة الجديدة هي طبعا بيركب المكوك وبيركب بقرة الخيط الاساسية وبيقوم بعملية بقية ايه بعملية الحياكة النهائية هي طبعا ده نوع من انواع المكينات اللي بتبدأ تعمل عملية تقفيل لاطراف اللي مش عشان بيحصلهاش اي مشاكل اثناء عمليات التشغيل او الاستخدام بيتقفل الجناب كلها بما كانت الاوفر كده الجناب اتقفلت هناك وباجي هنا بقوم بعملية الحياكة او الخياطة الشكل المطلوب هنا طبعا بقى عندي في الخط كمية من الامشة الموجودة عندي هلاقيه ان هي ممكن تكون بلون واحد او بعدة الوان لكن المقاسات او المسافات ما بين كل قطعة والتانية واحدة واحدة بمعنى ايه بمعنى فيش تغيير لا في التكبير ولا في التصغير انا هنا بعمل مقاس مثلا انا بنسميه اللارج والإكس لارج وهكذا من المقاسات دي هنا طبعا قطعة تانية من القطعة اللي بتركب على الامشة دي بتغير من مظهرها ودي كان عنده تشيرت والجزء التاني بتاعه لو اظهر معايا في النهاية به المظهر ده تصمات الملابس كبيرة وكتيرة جدا في النهاية الشغل الاساسي بيعتمد على المصمم المصمم عنده فكرة كويسة هيطلع منتج شكله كويس المصمم عنده مشكلة فيه التصميم هيطلع منتج سيء ومش هيقدر ان هو يعمل عمليات بيع في الفترة اللي بعد كده كده احنا اتكلمنا عن الملابس وشفنا ان فيه مساحة كبيرة جدا من الاشكال ويتصمات قادر انفزها على النوع ده من التخصصات طيب الملابس زي ما قولنا وشفنا ان هي بتنتج اعمشة بتستخدم فيه اللبس يبقى انا بدخل في البداية من تصنيع الخيوط وبسحبه بعد كده عقسم النسيج بحوالها لقماش وبود القماش دوت لقسم الملابس الجاهزة بيقوم بتفصيله بالشكل المطلوب حسب الطلب هو عارف السوق ماشي ازاي ويقدر يصنع لي الشكل المطلوب صنع لبلوزة ماشي صنع عميس ماشي صنع جرفطة صنع سطارة حسب ما هو عايز يصنع التصنيع ده كله باخده وابدأ انه ينزل السوق عشان يتم بيعه يعني المشكلة بتكون في بيعه الازواء كتيرة يعني كل ما يزاد عدد الناس فالازواء مختلفة فبالتالي شغلك ممكن يكون مقبول عند ناس مفهوض عند ناس تانية العبرة مش بكده العبرة ان انت تقدر تنفذ الشغل ده بالشكل المطلوب وفي الجوضة المطلوب يعني ممكن مثلا يكون عندي مقص حلو اه درجة نتكلم يتقوم ماشي كويس اه عشان اعمل لها عملية تفصيل بس جيه على اللي هو ماسك العهده وابدأت اطلب منه اه اه شغل بشكل معين هبص لقى ان لا ده انا لازم وانا بسحب الكلام ده اخلي بالي انا عايز انتج ايه اصلا يعني انا دلوقتي شغال على قماش مثلا والقماش ده انا محتاج ان هو يشتغل بشكل معين فبالتالي بكون او بجمع الاقماشة بتاعتي وببدأ ان انا ايه اجهز القماش عشان يقوم بتفصيله في قسم الملابس الجاهزة بالشكل المطلوب وهكذا بقى يبقى انا هنا صنعت شغل كويس بجودة عالية اقدر اسوأه التسويق ده بيعتمد على حاجات ولا انا بعرضه بس بيعتمد على طلب السوق بيعتمد على الموضة في السنة دي متجهة الايه يعني مثلا في بعض الاحيان هبص قلع ان المنتج بتاعي مقبول في مكان ومش مقبول في مكان تاني هنا طبعا ده شكل تاني من اشكال عمليات فرد القماش عشان يتم مقصه هنا طبعا فرد قالي والمقص ميكانيكي بالشكل ده وهنا طبعا بطرون برضه بيتقص بس ورقة البطرون هي الموجودة على سطح القماش وهنا برضه كمية قماش بتكون كبيرة عشان طبعا زي ما قلنا يكون عندي مقاس ثابت مقاس اقدر ان انا اشتغل عليه كمية كبيرة من القماش عشان كده ممكن تلقى موديل واحد السنة ده الموضة بتاعته ومتصنع منه شغل كتير هنا طبعا ده نوع تاني من انواع الاصل هو قص الجيوب بشكل معين هنا طبعا بيبدأ يعمل عملية ايه الحياكة بتاعت اللي هي الزخروفية اللي هي بخطين هنا طبعا زي ما شايفين المكان هنا قالي كله بيبدأ ان هو يعمل عملية الخياطة الملونة قبل التجميع كده بس بجمع جيوب هنا طبعا بيحط او بيعمل عملية التطريز اللي مفروض عندي في الجزئية دي التطريز برضو جيوب الجنس يعني بتكلم هنا عن قماشة جنس بيتم تطريزها بالشكل ده وهنا بيتم تقفلها وحياكتها كمان هنا كازا للحياكة خلاص بتنزل بينزل الجزء ده وبعد كده بيتم اه حياكتها باللون والفتلة المطلوبة هنا طبعا كده بدأت الحياكة حياكة موضعية داخل منطقة الرسم هنا هنبدو بقى مرحلة اه التأفيل الاطراف بالشكل ده كده انا بحاول انا ايه طبعا بفتح العروة بتاعتي بركب الازرار كل ده في تصنيع الجنس هنا بينزل الزرار بيتم كابسه في المكان المطلوب طبعا كل الكلام ده بيمر على قسم الجودة عشان خاطر يتطمن ان الشغل ده مظبوط وجاهز بالشكل المطلوب طبعا احنا هنا كنا بنتكلم عن تصنيع الامشا او البنطلون الجنس يمكن هنا شفنا شكل من اشكال اه القص وبعد كده عمليات التجمية لغاية لما بيوصل البنطلون بتاعي للشكل النهائي المطلوب وزي ما قلنا كده انا في قسم الملابس ده القسم اللي عندي اقدر اطلع بيه مشروع صغير هو كل موضوع اماش والمقص وكون شاطر في قص البطرون عشان ازبط المقصات بتاعتي او اثناء عملية العمل الاياس للعميل بتاعي اقدر انا ارفع الاياس بتاعي اللي انا هبدأ ان ازوله على القماش مع عمل حساب المسافات اللي هتخيطها على سطح القماش مثلا ما يجيليش حد يقول لي انا عايز اصنع اميس او انا عايز اصنع الجاكت بدلة واقول له والله الجاكت ده ياخد تلاتة متر قماش هو في الحقيقة لما يجي يشتغل يكون بيشتغل على متر ونص او اقل فبالتالي عنده فيه جزء هتريمي او طبع مش هتريمي بمعنى هتريمي بس جزء انا جبته بزيادة جبته انت بزيادة ليه ما هو انا كعميل عندك انا محتاج اشوف القماش اللي انا جبته ده الترجمة عندي فيه قطعة اللي هلبسها دي ازاي فبخلي بالي من الاجزاء دي كلها عشان كده احنا عندنا فيه الجزء الخاص بحساب التكاليف واتمان الخمات وكمان تقدير كميات الخمات ده جزء مهم جدا عندي فيه التخصص عشان يقدر يديني الكم المطلوب عندي عشان لما اقول مثلا انا عايز متر وربع هعمل بيه بلوزا او هعمل بيه اميس يبقى المتر وربع هيشتغله فعلا بالكامل وحتى لو يتقص منهم حاجة صغيرة او شريح صغيرة هنلقى ان الاجزاء دي ايه اه ما عملتش مشكلة على سطح القماش اه اثناء عملية التنفيذ ده مهم جدا طبعا وانا كصاحب مصنع ملابس وانا بجمع او بجيب القماش اللي عندي دي بخلي بالي من كمية كتر الكمية عندي هيعمللي اه خسارة يعني مثلا ما جيبش انا مثلا عشرة متر قماش واثناء التصنيع لما جيشوف كمية المقصوص مني ومرمي اللي هنسميه القصاصة او القصائص هبص لانه بتمثل كمية كبيرة من المساحة اللي انا فردتها قدامي يعني نفرد عشرة متر قماش وبص لقى في النهاية انا مشغال منهم تمانية متر المترين دول انا دفعت حقهم وهيترموا مني في الارض طبعا ده كان النهاردة استعرضنا مع بعض اه بعض المعلومات الخاصة بيدي خاصص الصناعات النسجية هنكمل ان شاء الله في الحلقات الجاية بقيت الموضوعات لكن في النهاية احنا بنشكركم على حسن المتابعة ونشوفكم على خير في الحلقات الجاية وإلى اللقاء